إلى جانب الخسائر المادية كلف العضوان على غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر بشرية كبيرة اضطرت قيادته إلى الاستعانة بجنود من وحدات استخبارية وتكنولوجية وسيبرانية صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية قالت أن الجيش سينقل عددا كبيرا من المجندين الذين تقرر استيعابهم في وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بوحدة 8200 وشعبة الحوسبة إلى الألوية والوحدات التي تشكل سلاح المشا غير أن تلك الخطوة تخلق جدلا واسعا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية إذ تشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن كبار قادة الوحدات الاستخبارية وتحديدا الوحدة 8200 اشتكوا من أن نقل مجندها إلى سلاح المشا سيؤثر سلبا على فعالية الوحدة في المجال الاستخبارية الكشف عن قرار نقل المجندين يأتي في ظل احتدام الجدل داخل إسرائيل في أعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة العليا أمس الثلاثاء بإلزام الجيش بتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية فورا الأمر الذي ترفضه الأحزاب التي تمثلهم وتشارك في حكومة بن يمين نتنياهو هذا وكثيرا طبعا ما جرى الحديث في الفترة الماضية وشكل موضوع تجنيد الحريدين انقساما بين من يرى أن حكومة نتنياهو سمحت بتملص الحريدين من الخدمة العسكرية وبين من يؤكد أن انضمامهم لتحمل عبء الخدمة العسكرية بات حاجة أمنية فورية بعد أحداث السابع من أكتوبر وبين من يعتبر وفي مقدمتهم حركة شاس الحريدية أن إجبار الشباب الحريدين على الخدمة العسكرية يعدوا تجاوزا لتعاليم الدين ترجمة نانسي قنقر